المشكلة اللى بتواجهني وبتواجهك على الوتساب لما تيجي تبعت صورة الصورة بتتبعت بجودة سيئة وبرغم ان احنا عملنا قبل كده حلقة عن ازاي تبعت صورة بجودة كويسة على الوتساب جيت واتساب بعد كده عملت التحديث والتحديث دا بقاله فترة كبيرة والحد دلوتي في ناس لسه ما تعرفش الطحديث دا والحد دلوتي بيجي لأسئلة على الحلقة القديمة إزاي انوع universe تبعت صورة بجودة عالية دلوقتي وأنا عارف أن التحديث قديم وبقاله فترة طويلة لكن فيه ناس لحد الوقت ما تعرفش عنه وأنا جاي هنا دلوقتي أقول لك على طريقتين تبعت بهم الصورة بجودة عالية وبجودتها الأصلية كمان دلوقتي لما تيجي تبعت صورة هتلاقي فيه خيار موجود فوق ممكن ما تكونش آخذ بالك منه لو أنت مش عارف الطريقة دي وهي آيكونة الـ HD واللي منها لما تيجي تغضط عليها هتلاقي أن تتختار بالجودة القياسية المضغوطة طبعاً للواتساب عشان يبعت الصورة بشكل أسرع وما تاخدش مساحة كبيرة من البيانات عندك عشان توفر طبعاً في الـ Data أو جودة عالية الدقة واللي زي ما هقول لك دلوقتي أن هي مش الجودة الأصلية بتاعت الصورة لكنها بترفع الصورة بجودة عالية لكنها مش جودتها الأصلية بس على الأقل جودة عالية طب ازي تبعت بقى الصورة بجودتها الأصلية بدل ما هتبعت الصورة بالطريقة العادية هتبعتها عن طريق إرسالها كمستند ولو هو الخيار اللي قدامك ده واللي منه هنا هختار أن هو يفتح لي من المعرض عشان أشوف الصورة بتاعتي واللي ساقت ما بتيجي تبعت الصورة بتتبعت بجودتها الأصلية يعني لو الصورة بتاعتك أبعدها 8000 بيكسل كمثال يعني هتتبعت 8000 بيكسل مش مضغوطة بالجودة العالية الجديدة بتاعة الواتساب وبكده الصورة هتتبعت زي ما هي موجودة في موبايلك هتبقى عند صاحبك وما تنسى شوف الحلقة اللي موجودة هنا لو عايز تأمن حسابك وهو يتصرق بالطريقة اللي موجودة هنا